أهلا بحضراتكم من جديد فقرة الأخبار والكواليس كلها بتسمعوها مننا في فقرة ترند ترند لكن بالتأكيد خلاص بنستعد لمباراة الإسماعيلي غدا أولى المباراة في الدور العام ويمكن الانطلاق قوية وصعبة السنة اللي فاتت الأهلي بدأ الدوري بالفوز على الإسماعيلي بربعية وكانت بداية جيدة ولكن طبعا الموسم طويل وكانت فيه مشاركات إفريقية ومباراة متتالية وإجهاد واخطاء تحكمية فللأسف بعد أول سبع أسابيع من الدوري نتائج الأهلي بعد كده ما كانتش بنفس القوة اللي بدأت بيها المسابقة أو بدأت بيها الأهلي مسابقة الدوري لكن السنة دي الأمر مختلف شوية الاتحاد أعلن أو الربطة ربطة العامدة المحترفة أعلنت كل المباراة بدأة من الأسبوع الأول حتى الجولة 29 وسبت أخر أربع أو خمس أسابيع طبقا للمشاركات الإفريقية وكمان موقف الفرس في المنافسة أو في الهبوط عشان توقيت المباراة يكون فيه توقيت واحد في الأسابيع الأخيرة من الدوري لكن النهاردة على مستوى النادي الأهلي الفريق النهاردة اختتم تدريباته في ملعب التتش بالجزيرة كان تدريب صباحي حوالي الساعة عشرة اجتمل على بعض الفقرات البدنية والفنية وكانت تأسيمة صغيرة خاصة أن بكرة المباراة بإذن الله الساعة خمسة على أستاذ برج العرب وبالتالي بعد المران مباشرة قدر مرس القرر يختار القيمة اللي هيخود بيها هذه المباراة كلر النهاردة زي ما انتوا شايفين في المران الجماعي قدامكم كمان على فكرة بيرسي تو أصبح جاهز وبتمرن في التدريبات الجماعية مع الفريق لكن طبعا فيه يعني تمهل شوية في مسألة الدفع به في المباراة خلال الفترة اللي جاية شايفين أفشا شايفين معظم اللعيبة اللي بيتشارك بشكل أساسي واللي ظهرت بشكل طيب جدا في مبارتي اتحاد المنستير التونسي في زهاب وإياب الدور التمهيدي الثاني كلر اجتمع النهاردة مع اللعبين قبل انطلاق مراني الأهلي وعنده كلر أنا عايزة أقف لحظة صغيرة قدامكم التمرين وأوقات كتيرة جدا بتشوف المحاضرة اللي بيعقدها مرسل كلر مع اللعبين في ملعب التدش بالجزيرة أتحدى أي حد بيعرف الكواليس اللي بتتقال ما بين كلر مع اللعبين في ملعب التدش بالجزيرة ما في مرة حد طلع قال كلر قال للعيبة كذا وكذا وكذا ونشتغل كذا ونعمل كذا والدوافع والتحديات وكل الكلام ده حدش خالص في مرة قدر يوصل التفاصيل ننتبقى جلسة ما بين المدير الفن مع اللعب لكن احنا وصلنا لمرحلة بقت الناس كمان بتقول كلر بيقول إيه للجهاز المعاون والسيناريو رايح وجاي والمعاون أو المدرب المساعد يقول له كلر احنا بنلعب بكذا طب الأساسيين هيتغيروا ممكن نلعب بالمدلاء طب من أساسي من احتياطي أصل جرع لعرف كلام ده بيحصلش والغرف المقلقة جوا النادي الأهلي ببين الجهاز الفني محدش بيعرف ايه التفاصيل ولكن فيه ناس بتحب تعمل سيناريوهات فيه إطلاق أي أخبار متعلقة بالنادي الأهلي وكمان من ضمن الأمور المتعلقة بتدريبات الأهلي احنا ملعب ملعبناش لغاية دلوقتي إلا 180 دقيقة 90 دقيقة في تونس و90 دقيقة في القاهرة 180 دقيقة هل ده معيار أنه ممكن لعيب يقول أنا بشارك ولا ما بشاركش استحالة ما فيش لعيب أصلا من جوا يقدر يكلم مدرب بعد تاني مباراة في بداية الموسيقى ويقوله أنا ملعبش ليه ما بتحصلش ولكن امسك فيها البداية كولر بيكسب ماشي بشكل كويس في استقرار اضرب في حسين الشحات حسين الشحات بيعترض وإزاي حسين الشحات مش عايز يلقم يعني إزاي ما بيشاركش وبيدعش في التشكيل الأساسية وبيتم الدفع بيه كبديل في الدعاية الأخيرة من المباريات هذه نقطة النقطة التانية السلية ملعبش أصل السلية مصاب أصل السلية خد إقاف من الكاف وبالتالي ملحيش مباراة العودة والله العزيزينا الكلام ده اسمعت وكنت بدحك مش قادر أتخيل أن الناس وصلت لمرحلة أنها مش عارفة تجيب معلومة من جوه الفريق فبتطلع تقول أي كلام مين قال إن السلية توقف هو لو توقف ما كان يتوقف زي رامي ربيعة لكن السلية لعب لقاء الزهاب والرجل فضل أنه ما يكونش موجود في مباراة العودة وده يندل على شيء بيدول أن الرجل بيتعامل مع الفريق من بداية الموسم في إطار الروتيشن وحسب ظروف المباراة والمنافس اللي بيلعبه فكرة أنه يبقى 11 لعيب استمب أساسيين معه في كل مباراة الرجل ما بيتعاملش كده لكن الناس مش قادرة تستوعب من البداية أنه ممكن يكون في استقراره الفرقة بتكسب فإغبط على طول حسين الشحات السلية إزاي أكرم وعليعي بأساسيين تبين البودلاء كلام كتير قوي بيتقال وكله كلام غلط طيب نروح للقايمة مرسل كلر اختار 21 لعب لمباراة الإسماعيلي غدا الشناوي وعلي لطفة ومصطفى شبير في حراسة المرمى خط الدفاع أيمن أشرف بحمود متولي محمد عبد المنعن علي معلول محمد هاني أكرم توفيق وكريم فؤاد وسط الملعب حمد فتحي أليو ديانج عمر السلية أفشا والشحات وعبد القادر سافيو طاهر شريف حسام شادي حسين فكرة بقى نقول فين نرمي ربيعة طب فين بيرستاو لسه يا جماعة الموسم طويل وواحدة وواحدة إن شاء الله بيرستاو وهيبقى جاهز إن شاء الله على المباراة في لقاء أسوان أكيد مليون في الماء هيتم التحضير والتجيز ليه قبل لقاء السوبر أمام الزمالك يوم 28 أكتوبر دم كل وقفة لعشاشة دي اللي أنا عايز أتكلم فيها دي اللي أنا أقصدها إحنا كمراسلين حتى لما كنا بننزل نغطي التدريبات بنحب مثلا نعرف طب الراجل بيركز على إيه بيقول إيه محدش بيتكلم في التفاصيل دي لأن دي جلسة خاصة اسمها كده لما بيجي نكتبها في الصحافة بنكتب عنوان جلسة خاصة ما بين كولر واللعبين فبالتالي ما بيبقاش المنطقي أسأل الراجل أو أسأل اللعيبة إيه أبرز العنوية اللي ممكن تتقال في الجلسة أليو ديانج وعيد ميلاده والنهاردة كان فيه يعني احتفالية كده وترحيب خاص بي من كل اللعبين لكن إن شاء الله الفريب بإذن الله هيكون جاهز لمباراة الإسماعيل سافيو كمان ابتدت تقييم لسافيو من تاني مباراة أول مباراة لمسيته حلوة تاني مباراة أصله من ظاهر كويس أول مباراة أصله سرعة سافيو مش فيه نسي جمع بينه وبين طاهر وإحمد عبدالقادر المباراة التانية أصل أحمد عبدالقادر عنده صراعات عالية فما فيش انسي جمع بينه وبين سافيو لا خدوا بقى الجديدة أصل سافيو هيتوقف أنا بقرأ أخبار عن سافيو هنا في مصر بخصوص موضوع الإقاف ولجنة الانضباط والكلام الفاضي اللي بيتقال ده على فكرة أصلا مش هيحصل أكتر ببيكتب في بوليفيا تخيلوا يعني لو لعيب عمل لقطة مع حكم من شهرين هيفضل الموضوع لغاية دلوقتي ما فيش اجتماعات لبقاعة الشهرين لغاية لما يتاخد فيه قرار إقاف ليه ده أي لعيب بيعمل أي حدث في أي مباراة بالكتير أو أسبوع عشر تين بيطلع قرار لكن يقعد شهرين والغريب إن هنا الناس في مصر لجنة تتكلم لجنة الانضباط اجتماع لجنة الانضباط هات رئيس لجنة الانضباط فيه إقاف شهرين والفيفا يبلغوا الفيفا أصلا يتوقف ست شهور أصلا يتوقف سنة طالما انتقال اللاعب على السيستم التيم اس اللي البطاقة الدولية انتقلت وما فيش اختار بالإقاف وقت الانتقال في البطاقة الدولية اللاعب موقفه سليم وهيلعب إذا صدر أي قرار مباراة اثنين تلاتة عشان توقفه لازم تختر الفيفا كل الكلام ده ما حصلش ومش هيحصل بإذن الله لكن امسك في صافيو اتكلم عن شادي حسين والحسين الشحات بيعترض كولر بيتكلم مع المعنونين بيقولهم انت بتقولوا الكلام ده ازاي وعرف التدريب كده انت بتتكلمه غلط أي أخبار من الهواء وحتى كمان احمد عبدالقادر بص بيحتفل ازاي موضوع صعب جدا